الثروة الحيوانية ومخزونها الغذائية هدف يسعى إليه مربو الماشية من أغنام وإبل ودواج بدعم حكومي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للحوم ولكن تمت معوقات ينادي اتحاد الثروة الحيوانية بمعالجتها الثروة الحيوانية ذي الحكومة تبعي زيادة الإنتاج لازم أن نكون هناك دعم الموس يعني مثل أخوان المربين في المملكة العربية الكويتين المربين الكبار المربين في المملكة العربية السعودية أن الدولة يتسهل جميع إجراءاتهم من عمالة من دعم لكن الأخوان الكبار المربين في المملكة العربية السعودية هم مكوتيين الدعم ما يجيهم الدعم يجي بس داخل البلد وهذا شي طيب لكن نتمنى الاهتمام بالغطاعات كله بها الحيوانية والزراعية وتوفير دعم ملموس وتمنى أننا في غطاعة الثروة الحيوانية طلبنا كذا مرة في مزرعة متكاملة مزرعة يديرها الاتحاد الكويتين المربين الثروة الحيوانية نقص الأيدي العاملة ووجود عمالة متخصصة وفتح منافذ التسويق مشكلة تواجه مربي الأغنام وأصحاب الحلالة غطاع الثروة الحيوانية يعتبر من القطاع الشق يعني مو أي ناس تشتغل في هذه الغطاع لأن القطاع للأمان متعب جدا ومجهد وعوامل الطقس اللي هي ما حد تتحملها من الحرارة من البرودة لأنها أكثر المربين اللي هم في السحرة فمو أي عامل أو أي شخص يتحمل هذه العمل لأنه يعتبر عمل شاق جدا جدا فأتمنى يعني أن القطاع الزراعي والحيواني والمصانع الكبيرة يعني ما بتكلم بس أقولك والله قطاع الحيواني درجة لا القطاع الحيواني والزراعي والمصانع المنتجة أنه يعني هذا ما يتوقف العمالة عليها تجيب العمالة مخارج قرار السماح لأصحاب الماشية بعبور الحدود البرية بين الكويت والمملكة العربية السعودية لقى استحسنا بعد توقف دام لأكثر من عام نظرا لتداعيات كورونا ما يسم في زيادة إنتاج الأغنام والإبل أحمد المسعودي لتلفزيون مجلس